من حضرموت الخير إلى محافظة المهرة حيث تفقد محافظة المحافظة راجح سعيد باكريت عددا من المرافق الخدمية في مديرية حصوين في إطار زيارة تفقدية شملت مديريات سيحوت والمسيلة حيث تفقد سير العام الدراسي في ثانوية اليارموك واطلع من مدير إدارة التربية والتعليم على علي سعيد سعدوت إلى أهم الصعوبات التي تواجه العملية التربوية والتعليمية بالمديرية ووجه بوضع دراسة لعادة ترميم وصيانة المدارس والعمل على تأثيثها وخلال زيارته للمركز الصحيب المديرية تفقد المحافظ أحوال المرضى وطبيعة الخدمات التي يقدمها المركز للمرضى ووجه برفع كافة احتياجات المركز من كادر وأدوية ومستلزمات أخرى للنظر فيها والعمل على تلبيتها مؤكدا على بذل كافة الجهود لتشغيل المستشفى الريفي ورفضه بالكادر الطبي المؤهل وتجهيزها بالإمكانيات اللازمة واعتماد موازنات تشغيلية للمراكز الصحية كما اضطلع الأخ المحافظ على وضع محطة الكهرباء واحتياجاتها الفنية موجها بصيانة المولد القديم ويعادته للخدمة في أسرع وقت كما وجه ببناء هنجر المولد المركزي ورفع دراسة بشأن الشبكة الداخلية استعدادا للصيف ضمن الخطة لتشغيل التيار الكهربائي بالمديرية بـ 40 ميجاوات إلى ذلك التقى المحافظ بأهالي المديرية والشخصيات الاجتماعية وكان محافظ المهرة قد استهل زيارته لمديرية حصوين بوضع حجر الأساس لمشروع مبنى دارات الأمن بتمويل من السلطة المحلية رافقه خلال الزيارة مدير المديرية محمد عامر سدون